مرحبا وأهلا وسهلا في أحلى أصحاب برج العقرب الحساسين كتير 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 واللي بيهتموا بالتفاصيل ومتعبين حالهم ومتعبين اللي حواليهم بالحساسية تبعتهم لكن أنا بشوف أن هاي الحساسية يعني نابعة من قلب الطيب لأنه هم كتير مثاليين خاصة في العاطفة حتى في الشغل فبستنوا دايما من الأطراف اللي حواليهم أنها تكون بنفس القدر من الشفافية وهذا حقهم لكن أنا برجع وبقول يعني برج العقرب لازم شوي تخفف من الحساسية تبعيتك بالأشهر الجاي لأنه كتير الأمور رائعة اللي عم بيبين معي يعني أحلى ورق عم بيبين معي ولشريكك على فكرة الخير يعني الخير جاي لإلك ولشريكك إن كان زوج أو إن كان حبيب أو في علاقة عاطفية معه فهو حينوب من الخير جانب حبايبي برج العقرب وبنات العقرب اللي بيجننوا اللي كتير بيهتموا بحالهم وبيهتموا باللي حواليهم بيحبوا يدلعوا الزوج وبيحبوا يدلعوا الحبيب وطول الوقت اللي بدك إياه حبيبي وكذا بس بنفس الوقت اللي بحبوا في بنات برج العقرب هو إنهم مش هبايل إن هم طيبين لكن شخص العقرب هو طيب لكن مش قابل هو بيعطي بس بيعرف إنه اللي قدامه يمكن يستاهل يمكن ما يستاهل هم ما بينخدعوا أبدا في الأشخاص اللي حواليهم وعندهم حاسسات ساعة فكرة برج العقرب بالفترة الجاي رح يكون في عندك خيارين خلينا نشوف بس على أي صعيد في عندك خيارين بالعاطفة خلينا أحكي عن المتزوجين أول شيء المتزوجين والزوج كان فيه نوايا انفصال أو طلاق طبعا هذا الإشي يعني والله أعلم إنه ما حيصير بهاي الفترة أبدا لأن الأمور من حسن لأحسن وللأفضل رايحة بالنسبة للمتزوجين من برج العقرب بترجى إنه الشاب والبنت من برج العقرب يكونوا يعني صبورين شوي ما يكونوا حساسين يمشوا ما عم بحكي إنه يمشوا الأخطاء الكبيرة لا يعني بس ياخدوا يعطوا يفهموا إيش الموضوع قبل ما يزعلوا لأنهم بيزعلوا كتير وبيزعلوا حالهم ما بعرف كأنهم يعني بيحبوا يزعل فأنا بوصيهم ما يكبروا الأمور بالعكس بيزغروها لأنه هذا الموضوع يعني زواجكم هو زواج ناجح بكل المقييس بالنسبة لعزاب برج العقرب في عندهم خيارين والخيارين أحلى من بعض يا جماعة يا جماعة برج العقرب في عنده خيارين حلوين واحد أفضل من واحد لكن برج العقرب ما حيختار ولا واحد من الخيارين ما بعرف ليش هذا المبين عندي إنه هو في حيرة كبيرة طبعا أنا بقرأ لكم الورق وبحكي لكم بنفس الوقت نصيحتي لحتى تستغلوا هاي التوقعات لصالحكم تنقلب الأمور بدل ضدكم لصالحكم الخيارين كتير حلوين فحاولوا تختاروا الأفضل ما تستنوا ما تضلكم تستنوا يا عقرب الشخص المثالي اللي مية بالمية هذا الشخص واحد منهم هيكون كتير رائع عنده أموال عنده ما بعرف يعني واحد منهم حتختاروا إنتوا إذا اخترتوا حتختاروا بعد تفكير طويل عريض لأنه برج العقرب يعني بطيء باتخاذ القرارات المصيرية هو على الصعيد اليومي أو القرارات اليومية هو سريع كتير وما بفكر كتير بالموضوع ديناميكي بيعرف كيف يختار لبسه أكله روحته جياته الأشخاص اللي ماشي معاهم يعني هو شخص ديناميكي وجميل وكل هاي الأمور لكن في الأمور المصيرية هو بيوقف هون وكأنه يعني بده ياخد قرار هو فعلا قرار مصيري صعب لكن أنا بحكي لكم إنه جايدكم تنتين علاقات يعني شخصين يعني بنصحكم إنه تختاروا واحد منهم لأنه التنين مناح والتنين بيخدموكم في الطريق في الأوقات الجاي والسنين الجاي لأنها علاقة طويلة الأمد ما بضلك تطلع لوراك لبرج العقرب طبعا برج العقرب اسم على غير مسمى هو أبدا مش عقرب هو صديق صدوق يعني إذا عرف حدا بتحس إنه أصدقائه عمر الصداقة تبعتهم عشر سنين وخمسة عشر سنة ومن هذا الحكي اللي ما بنلاقيها بالأبراج التانية هو شخص كتير شفاف وكتير بيحب إنه يكون اللي قدامه الطرف التاني شفاف مثله بقولك حتى لو كان الشخص اللي قدامك مختلف لكنه اللي مبين عندي إنه إنسان رائع ومن الناس اللي بيوزع فلوسهم على المحتاجين وبيحاولوا إنه يمسكوا كل الأمور يعني رح يريحوكم بالفترة الجاي من كتير أمور وبقولك يا الأعزب من برج العقرب بقولك إنه في تغيير كبير في شخصيتك رح تكون في تغيير كبير للأحزن يعني رح تحس إنه بس بمجرد أكمن شهر أنت كبرت عشر سنين بالنسبة للحكمة رح تكون سريع في قراراتك المصيرية رح تكون بالأفضل إن شاء الله والأحسن اللي حواليك رح يحبوك في الشغل خاصة في الشغل السمعة رح تكون كتير طيبة من بعد مشاكل كبيرة صارت في الشغل لدرجة إنه أنت كنت بدك تترك كل شي بالشغل وتروح بس أنت ما روحت لحد الآن وأنا بقولك استمر لأنه الأمور من حسن لأحسن في موضوع الشغل لكن الأمور بتترتب عليكم أنتم منصحكم دائما مش بس لبرج العقرب لكن لكل الأبراج بتمنى دائما تكونوا متفائلين دائما تحطوا حسن النية في الشخص اللي قدامكم إحنا عارفين إنه في هذا الوقت صعب تلاقي شخص شريك مخلص أو 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 لكن أنت بتقدر تغير الشخص اللي قدامك بحكمتك وبلطافتك بتقدر تغير من الشخص اللي قدامك وكتير من العلاقات يا برج العقرب بتبلش إنه التكامل أو الانسجام بين الطرفين يعني دوبك بيكون 20-30% ما بتلاقي إلا إنه الشخصين صاروا خلص شخص واحد بعد فترة وهذا الإشي بيعطينا حكمة أو بيعطينا يعني حكمة إنه مش للوهلة الأولى أنا خلص هذا الشخص X يعني X عليه لا برج العقرب أنا بوصيكم إنه تاخدوا الأمور بتروي تدرسوا الشخصين هدول اللي قدامكم إن كانت بنت العقرب أو شاب العقرب كان عنده فرصتين يدرسهم كتير منيح لأنه واحد منهم رح تكون العلاقة طويلة الأمد يعني زواج في زواج وخطوبة لبرج العقرب لمعبم موليد برج العقرب وهو طبعا للي تواصلوا طاقيا معي لأنه طاقتكم مش كلكم بتوصلني فالقراءة بتكون لنسبة معينة مش 100% من اللي عم بسمعوني وأحيانا بيكون القراءة عكسية فابر العقرب شهر حيكون كتير حلو عليك وأكيد أنت هلأ عايش البوادر يعني بوادر شهر سبعة رح يكون حلو كتير شهر تمانية رح يكون شبه شهر سبعة فبتمنى لكم إنه هاي التوقعات تزبط يا رب عليكم كلكم لأنه توقعات كتير بتجنن وكتير حلوة ويا رب يا رب إنه يكتب لكم الخير كله وخلينا نحكي لكم مبروك بالنسبة للزواج يا رب إنه أكبر شريحة ممكن من اللي عم يسمعونا تزبط عليهم هاي القراءة ويتزوجوا بشهر واحد من الثلاث أشهر وكتلك لبرش العقرب اشتركوا في القناة